موضوع الوثاق اللي أصدرها داعش في المواليد في الوفيات في العقود المواريث هاي القضايا خاصة القضايا الأحوال الشخصية يعني هل ستستدل بها مثلا الحكومة العراقية وتقول مثلا أن طفلا ولد مثلا في 1-7-2015 في مدينة الموصل هذا الطفل مسجل لدى داعش تحت عنوانه وبروازة هذا الحكومة العراقية يصير تستدل بمثلا هذا أو مثلا شهادة وفاة صادرة لشخص أو فقدان هذا الموضوع هل يجوز أن تستدل الحكومة العراقية بوثائق أصدرها داعش يعني هنا احنا لا نقول وثائق أصدرها داعش بقدر ما نقول أن بيان الولادة يصدر من مستشفى الولادة سواء كان في أربيل أو الموصل أو الرمادي شهادة الوفاة تصدر من الطب العدلي سواء في الموصل في أي مدينة القسام الشرعي يصدر من محكمة الأحوال الشخصية أعتقد إحنا علينا ننظر إلى الجوهر وإلى الشيء الذي يفيد المواطن بمعنى أن المواطن الذي تم عقد عقل زواجه أو شخص توفى هل نأتي ونقول له جيب إثبت الوفاة هو إذا كان عنده وثيقة صادرة من داعش العقل والمنطق والقانون يقول هذه الوثيقة إذا كانت المعلومات الموجودة فيها صحيحة تتطابق مع واقع الحال بمعنى أن هذا الطفل عمره سنة ونصف وريد يدخل الحضانة أو الروضة تسحب هذه الوثيقة وتنظم له شهادة ميلاد جديدة